كما واستقبل رئيس مجلس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي عائلة الشهيد البطل العقيد ياسر الجوراني الذي استشهد على يد عصابات داعش الارهابية حيث قال الكاظمي مخاطبا والد الشهيد وشقيقه وأولاده أن الشهيد البطل كان أحد الضباط الكفوئين واستشهاده فضح وحشية الارهاب الذي يتعرض لضربات موجعة من قبل القوات الأمنية التي تلاحق فلوله وقتلت العديد من قياداته موجها بملاحقة الارهابيين والقصاص منهم فضلا عن تلبية متطلبات عائلة الشهيد وتامين كامل حقوقهم